السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف داييري اللبس عليكم كانت تكونوا كاملين باخر وعلى خير والصحة ديالكم على خير ان شاء الله اليوم جيد تقدم لكم واحد الوصفة بالقرعة الخضراء او الكوسة اللي كانت جيدة بزب كانت تمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم انر اعجابكم وفرجة ممتعة بالسبب للمقادر هنا عندي تقريبا 1.5 كيلو ديال القرعة او الكوسة اول حاجة نقياها ونحيلها ذو كالزوائد ولكم من ان شاء الله الطريقة اثنين بعد ما نقيت هذه القرعة سنقضع دوائر سوف اضع الملح ونحيل كل ملح ونستمر هذه حتى نكمل الكيمية الكاملة من بعد ما قطعت الكيمية الكاملة سنضيف 1-4 ملقة ونخلط هذا الملح هو لك حيث المرورة القرعة ونحيلها ترتاح 15 دقيقة فهذه الاثناء سنكمل تحضيرات اللي يبقى تليا قطعة صدر الدجاج قطعة صغيرة ونكمل معكم ان شاء الله باقي المقادر فقط قطعة صدر الدجاج طفل وضع ميقلات كبيرة نضيف البصلة تشحر نضيف قطع صدر الدجاج نضيف القرع أو القرع أو الكوسة نضيف المقادر كاملين ومن بعد نضيف التوابل نحتاج فقط سكنجبير أو الزنجبيل نضيف الفلفل أسود أو البزار نضيف الخرقم أو الكوركم نضيف الملح ونضيف الفلفل أحمر أو تحميره ونضيف العناصر كاملين مع التوابل ثم نضيف الطبق تقريبا 25 دقيقة كما أتكرت لكم تكون عفية مهيلة بزار لكي كل شيء تلقي الماء ويطيبو على خاطرهم سوف نضيف الطبق ونضيف بقية المقادر ثم نضيف المقادر كاملا حيث يكون لهم ثم أمضيفك ونضيف الخالط نضيف خالط طبق ثم تضيف المقادر ثم طبق نضيف خالط ونضيف الخالط نحتاج ربعة البيضات من حجم المتوسط نحتاج أيضا ياغورت بدون سكر أو زبادي بدون سكر يمكن تعوضه بكس الحليب و نضيف رشاة الملح يمكن أيضا نضيف رشاة الإبزار تبقى اختيارية و نحرك هذا العناصر كاملة مع بعضياتهم نضيف الإناء و نضيف جبن أحمر مبشور و نضيفه قبل ما نضيف الخالط كما تشوفوا و نوزعه على الخالط كامل و من بعد نضيف هذه الخلطة اللي صوت معكم و نضيفه و نوزعه مزيان مزيان إلا كانوا أفراد العائلة كثير ممكن الضعف و المقادر هذه الوصفة و نحرك هكا شوية باش يدخل و نضيف أخر حاجة رشة أخرى نضيف الجبن يعني من الفوق جبن أحمر سوف نستمر حتى نكمل من بعد نضيفه و نضيفه طبق الفرن حتى يطيب نزيان يعني لا يأخذش الوقت بزاف و نطلقه مع الشكل النهائي و هذا هو الطبق من بعد ما طاب و تحمر سوف تجربوا هذا الوصفة و تنال إعجاب سوف يبرد شوية و سوف يلقتها معكم و القطعة باش تشوفوها نايم بعد ما برد هذا الطبق سوف نقطعه بالنسبة لها الطبق ممكن ترافقه بزاف حاجة مع وجبة الغداء أو وجبة العشاء يعني حسب الرغبة و هكا الولدات لما يأكلوها القضرة يقدروا يأكلوها في طبق يعني كيكون غالب مدق الجبن مدق الدجاج يعني ما يقدروها كيأكلوها كما تشوفوا هذه القطعة ركج جيدة و كانتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ديال اليوم إنا لإعجابكم و ما تبخلوش عليها بالجيم وبالتعليق ديالكم طالة فراسكم بس حول راحة